اهلا بكم حيثما كنتم كل التحية والامتنان تذهب لكم مشاهدين الكرام ومتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا العزاء هنا في الاستوديو ورحب بكم في النسخة الرابعة والعشرين من حلقات مبادرة مناظرة نتجادل ونختلف كالعادة ونقاشنا دوما في كنف الحرية والديمقراطية انا مكهلال مذيع واعلامي تونسي اتشرف بان اصحابكم في نقاش اطروحة هذه المرة ضمن استراتيجية جديدة تعطي فيها مبادرة مناظرة الفرصة لأكثر من اعلامي عربي للتناوب على ادارة النقاشات بهدف اثرائها وتنويعها في الثامن من نوفمبر المقبل سيخرج الناخبون الامريكيون لاختيار الرئيس الخامس والاربعين في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية من بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون يصف المراقبون سباق الانتخابات هذه السنة بانه الاغرب على مدار السنوات الماضية وان ملفات السياسة الخارجية الامريكية هي الملف الاهم الذي قد يحسم من خلاله الناخبون تصويتهم مع ملفات عالقة وصراعات وحروب ووضاع غير مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تشهدها من تقف الشرق الاوسط قد يحسم بعضها بعد الاختيار ما بين ترامب وهيلاري يقف مرشحان تختلف وجهة نظرهما بالتأكيد في ملفات سوريا وداعش وليبيا واليمن والعلاقات مع السعودية ومصر واللاجئين العرب والمهاجرين قبل مائتي وست عشرة ساعة من بدء التصويت تتيح مبادرة مناظرة لأول مرة في تاريخ الانتخابات الامريكية تتيح الفرصة لديوف عرب من الشباب وقادة الرأي وصناعه للتناظري والتعبير عن وجهة نظرهم أو وجهات نظرهم بخصوص سؤالنا المركزي سؤالنا اليوم من هو الأفضل من المرشحين الامريكيين للعالم العربي ترامب الأفضل للعالم العربي هي أطروحة مناظرتنا لهذا اليوم والتي يسعدني أن أرحب فيها بضيوفي أبدأ على يميني يسعدنا أن نرحب بداعم للأطروحة بقوة يأتينا من العراق السيد مازن الأشيقر المستشار السابق للحكومة العراقية والخبير الاقتصادية أرحب أيضا على يساري تأتينا ضيفة عزيزة من سوريا تعارض الأطروحة بكل ما في الكلمة من معنا أرحب سيدنا غام غادري عضو الهيئة السياسية للاتلاف الوطني السوري وقواء الثورة والمعارضة أهلا بك سيدنا غام أهلا بك تسلام كما لا يفوتني أن أرحب أيضا أعود إلى اليمين مرة أخرى معنا شباب يحمل أصوات مختلفة ربما لكن داعمة على الضفة اليمنى من ليبيا جاءتنا نهال دهماني الطالبة والناشطة في المجتمع المدني وهي تؤيد بقوة أطروحة المناظر أهلا بك نهال أهلا أهلا على يساري شاب آخر أتى خصيصا من المغرب وهو معارض أكد أقول شرس لهذه الأطروحة أرحب بأسامة الأخذر من مؤسسة مناظرون أو متناظرون عظماء من المملكة المغربية أهلا بك أهلا وسهلا الآن مشاهدين متابعين في كل مكان نبدأ الحلقة ونفتتح نقاشنا بتصويت الحاضرين على أطروحتنا هذا ترامب هو الأفضل للعالم العربي هكذا انطلقنا من هذه الأطروحة دون انحياز طبعا إن كنت مؤيدا لهذه الأطروحة اضغط أو بادر بالضغط على الزر أو على الرقم واحد إن كنت تريد أن تدعم هذا الموقف إن كنت تعارض هذا الموقف كلامي للحضور هنا في الستوديو طبعا فلكم أن تضغطوا على الرقم اثنين نبدأ عملية التصويت لكم أن تضغطوا على الزر واحد أو اثنين كما ذكرت لدعم الأطروحة أو لمعارضتها في انتظار أن تظهر النتيجة لا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر متابعين عبر منصات مناظرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بإمكانكم دوما المشاركة في النقاش بإرسال أسئلتكم عبر الصفحات الخاصة بمناظرة على هاشتاغ DD24 أو من خلال حساب مناظرة على فيسبوك وتويتر نحن دوما في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم التي تثري نقاشنا بالتأكيد وتضيف إليه أبعادا جديدة الآن دعونا نستعرض معا نتائج التصويت إن صارت جاهزة ما زلنا ننتظر هناك ربما بعض التردد أيضا في التصويت في الولايات المتحدة هناك ما يسمى بفئة المترددين في ألوستوديو لدينا فئة المترددين أيضا على كل يبدو أن الجميع حسم أمره أو يكاد ما زلنا ننتظر النتيجة بدأت تظهر 33% موافقون لطروحة اليوم و 67% يعارضون بشدة وطروحة اليوم التي انطلقنا منها أن يرون أن ترامب ليس الأفضل للعالم العربي على كل هذه النتيجة سننطلق منها كخطوة أولى كمسلمة نثري بها نقاشنا وسنحاول أن نرصد من خلال هذه النقاش وهذا التناظر هل سينجح هذا الفريق أو ذاك في تغيير وجهة نظر الحضور لدينا تصويت ثاني ونهائي في ختام هذه الحلقة هذا ما سنكتشفه في ختام ومنتهى هذه المناظرة التي ستبدأ في الحال الأمر لم يعد يحتمل التأجيل نستهل نقاشنا هذا بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة لطروحة نبدأ على اليمين كالعادة والتي يلخصها لنا السيد مازن العشيقر في 99 ثانية ليس أكثر فضل سيد مازن إذن الارتزام بالوقت ضروري سيد مازن 99 ثانية تفضل شكرا أستاذ مكي هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة دونالد ترومب وهيلاري كلينتون من هي هيلاري كلينتون؟ هيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية أوباما في الدورة الأولى قبل حوالي سبعة سنوات وبدأت يوم أربعة حزيران 2009 جاء براك حسين أوباما إلى جامعة القاهرة وأعطانا خطبة طويلة ورنانة وشجعنا في الشرق الأوسط أن نثور وننتفذ ضد حكامنا وهذا بالفعل ما حدث ووعدونا بالديمقراطية الموعودة وما هي هذه؟ هذه ما يسموها بالربيع العربي أنا شخصيا أفضل أن أسميه الكابوس العربي ماذا جنى الشرق الأوسط البلدان العربية من هذا الربيع العربي؟ هناك عساكر هناك جيوش من خارج المنطقة تتدخل في شؤوننا هناك أيضا الليبي يقتل الليبي عفوا العراقي يقتل العراقي السوري يقتل السوري اليمني يقتل يمني وحتى المصري صار يقتل المصري كان سعر النفط البرميل 120 دولار للبرميل الواحد وبعد الربيع العربي بفضل هيلاري كلينتن وأوباما أصبح 40 دولار في تاريخ المملكة العربية السعودية ولأول مرة هناك عجز في الموازنة الحكومية هذا دمار شبابنا في الشرق الأوسط قبل الربيع العربي كان له آمال وأحلام أن يصبح لديه عمل معين أن يتزوج يفتح له بيتا ويعيش حياة آمنة ثم جاء الربيع العربي وما هي طموح الشبابنا اليوم؟ طموحه أن يكون لاجئا في أوروبا؟ طموحه أن يكون في مخيم؟ أم طموحه أن يستشهد يستشهد في سبيل قضية ما؟ هذا ما جنينا من هيلاري كلينتن هذا قولك انتهى الوقت سيد ماذا نعذر للمقاطعة لديك حساب الوقت في الجهة المقابلة أمل أن تكون قد بلغت كل ما كنت تريد قوله في هذا الوقت الوجهي نذهب للظفة الأخرى على يساري السيدة نغم ما عساها تقول لدعم وجهة نظرها المعارضة بشدة لأطرحتنا المنطلق في هذا النقاش ترامب هو الأفضل للعالم العربي نرحب بك تفضلي لك الكلمة سيدة نغم كالعادة نحاول أن نلتزم بالوقت ما أمكن تفضلي شكرا مساء الخير إن حديثي يبدأ بسؤال من نحن؟ نحن أتينا من مكان واحد اسمه العالم الثالث أي نستهلك ولا ننتج ومن أسباب هذه التسمية هو قمع واضطهاد الشعوب كذلك استغلال العالم الأول للعالم الثالث وهذا ما يثبته ترامب في قطاباته وآرائه المتطرفة والمتشددة ضد الدين والعرق والجنس والجنسية فهو يرى في كل مسلم متطرف ويرى في كل عربي قاتل ويرى في كل امرأة رغبة ويناقض نفسه حين يرى بشار الأسد الحل الأمثل لبلد قتل فيه أكثر من مليون لمجرد بقاء بشار على الكرسي يتحدث عن التنظيمات الإرهابية وكأننا صنعناها وحزبه من فتح لها الأبواب بعد عام 2003 بداية من العراق وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط يسيل العلاقات ما بين أمريكا والدول منتجة للنفط مع أنه يعتبر نفسه رجل الاقتصاد الأول في أمريكا مع ملاحظة أنه خسر في عام من 800 مليون دولار ربيعنا العربي لم يزدهر إلا من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة وبالتأكيد نحتاج إلى كل دعم ومناصرة من كل العالم وما نسمعه ونراه من ترامب لا يبشر خيرا وخصوصا لفتيات الربيع العربي أنتم تحضون بهذه الفرصة أنت هلوقت وأنت بالفرصة نعم شكرا عذرا للمقاطعة الالتزام بالوقت عنوان رئيسي في هذه المناظرة الآن جاء دور الشباب كي نسمع منهم أيضا في فسحة من الوقت في الحقيقة للشباب لم نضبط الأمر ب99 دقيقة فقط نريد من كل متدخل أن يدافع عن أطروحته ويفسر لنا لماذا هو يتبنى هذه الأطروحة أو يعارض هذه الأطروحة السيدات أو الأنسات أولا أبدأ بكي نهال تفضلي من مكانك لماذا تدافعين أو ترينا أن ترامب هو الأفضل للعالم العربي بناء على ماذا بداية أنا لا أقول أن ترامب هو بمثابة المارد السحري أو الإنسان الذي سينقل الوطن العربي من حالة الأزمة إلى حالة النمو والازدهار ولكن هناك طرق وتصريحات تدل على أن ترامب سيؤثر بشكل إيجابي على الوطن العربي إن أتينا من منطوق يدل أو قضية وهي تنظيم داعش سيؤثر بشكل إيجابي إن رأينا من ملف قضية فلسطين فسيؤثروا بالشكل الإيجابي ولكن بداية سأتطرق وأسأل الأستاذة نغم من جعلنا في العالم الثالث رجاء من جعلنا في العالم الثالث طبعا إذا بدنا نقول من جعلنا هو بداية حكامنا ثانيا من سعى لأنه يكون النفط هو أداة وليس وسيلة لألنا بل أداة لنقدر يلعبوا فينا شعوبنا وأداءنا جعلنا أيضا الحكام الشعوب هم من جعله هل نحن شعب يحب العمل يحب النجاح عفوا حسب العادة فنحن لما نقول الحكام بالتأكيد هي الحكام من أعطت للشعوب وسائل إلهاء لتجعلها تستهلك ولا تنتج السياسة هي القاترة أيضا وهي التي حملتنا إلى هناك يحتاج الفرد حاكما ليحدد له كيف يعبر أو كيف يثبت وجوده في الحياة في العالم يحتاج الفرد برأيك حتى لا نتعد نهال وقدر حماسك لكن لم تجيبي عن السؤال نحاول أن نتفاعل فيما بيننا لكن قبل ذلك حتى يفهم السادة المشاهدون لماذا أنت تتبنينا أطروحة أن ترامب أفضل العالم العربي بداية دعوني أتطرق إلى ملف التنظيم داعش تنظيم الذي هلكنا ترامب في كل تصريح له وفي برنامجه الانتخابي يؤكد على محاربته لتنظيم داعش على خلاف مرشحة المقابلة هيلاري كلينتون ماذا قالت نتحاور نتفاوض مع تنظيم داعش يحتاج تنظيم داعش للمفاوضة والمحاربة نحن نريد من يحارب داعش هلالي ترحت التفاوض مع داعش لست متأكدا من هذه المعلومة تريدينها على مسؤوليتك ربما أسامة كفيل بالرد حتى نحافظ على هذا التفاعل الشبابي الجميل تفضل أسامة ترامب طبعا ليس الأفضل للعالم العربي وفي السياق الذي ذكرته نهال ترامب بذلك الخطاب وبذلك البرنامج الانتخابي المليء بكل ما هو إقصاء وبكل ما هو مواجهة للآخر بمفاهيم الإقصاء بهذا الخطاب هو يقدم هدية للتنظيمات الإرهابية هدية تستخدمها هذه التنظيمات حتى تستطيع أن تنشر فكرها الإرهابي وإن نشرت فكرها الإرهابي تنشر امتدادها الإرهابي وهذا فيه خطر على الوطن العربي نهاية تفضلتي وقلتي هيلاري تقول نريد أن نفاوض التنظيم داعش أتحداك صراحة أن تأتيني بالتصريح الصحيح والمصدر لهذا التصريح إرادة المعلومات والتصريحات مهم جدا لا نورد أشياء غير متأكدين هذا مبدأ أساسي في مناظر وليبني موقفا وهذا يعني إن تختلقين حججا فهذا يقول أن ترامب ليس الأفضل للعالم العربي عدم دفاع عن الأضروحات نحن نزيبها عن الاختلاق على كل إلى حد لأن ونحن في بداية هذه المناظرة ربما هي قرأت ما لم تقرأه أن نعم وصرحت بذلك في قناة MCN الأمريكية عند مقابلتها عند تحدثها على داعش قالت على نحن نريد أن نقضي على داعش عن طريق الحوار والدبلوماسية ما هذه الدبلوماسية؟ لست متأكدا أكاد أنفي مثل هذا الأمر لمنطق بسيط أن من يريد أن يقضي لا يتحاور يذهب مباشرة إلى القضاء القضاء والقدر رحيان أذهب إلى الأستاذ مازن ممكن أن أجيب أحد الاستفسارات في هذا الباب تعليق صغير وعندي سؤال جوابا على سؤالك أنه ماذا قال ترامب ما نزال نسمع عن دونالد ترامب من هيلاري كلينتون فلنسأل المرشح نفسه ما رأيه لديه الكثير من الأصدقاء العرب والمسلمين فهو ليس ضدهم ولكن الشخص يريد أن يحمي دولته من الإرهاب ياريت كنا في العراق نحمي بدولتنا من داعش وياريت في ليبيا حمى ونفسهم من داعش أو في سوريا فهو يريد أن يحمي دولته من الإرهابيين ويريد أن يستفسر من اللاجئ قبل أن يستفسر لن نقول هذا قال أريد أن أستفسر من اللاجئ أو المهاجر الجديد إلى الولايات المتحدة إن كانت لديه علاقة بالإرهاب أو لا ليحمي دولته ومن حقه وأين هذه البلدان لنفرض السعودية أو قطر أو الجزاء نعم وصل إلى سؤالك أفسح المجال للجهة المقابلة ربما سيدة نغم قبل أن أسألك أريد أن أريد تصريح أن ترام في مقابلة مع برنامج سيكستي منتة وستون دقيقة على شبكة سي بي اس قال بالضبط بالحرف اسمحوا لي أن أقول هذا داعش في سوريا الأسد في سوريا الأسد وداعش هم أعداء نذهب نحن لقتال داعش لكن لماذا لا يمكننا السماح لداعش بقتال الأسد وبعد ذلك نستطيع التقاط ما تبقى هذه النظرة البراجماتية في السياسة الخارجية ما رأيك فيها؟ أول شيء الأسد وداعش ليس في خصام فبالتالي على ما يبدو أنه هذا التصريح تنقصه المعلومات الأكيد المؤكدة هذه النقطة الثانية داعش على مدى ست ستين من القتال في سوريا لم نرى حرب حقيقية لداعش مع النظام وما زالت داعش تسيطر على آبار النفط وتمد النظام بالنفط حتى اللحظة هناك عمليات قصف متواصلة معقيلها أيضا فبالتالي ليست بالطريقة التي يقصف فيها الجيش الحر هو مجرد دعاية أنه يحارب الإرهاب لكن حقيقة الأمر والواقع أنه أنا بس بدي إلى لنهال والدكتور مازن التطرف يكون رد فعله تطرف آخر فبالتالي التطرف من قبل ترامب بالتأكيد سينشأ جيل جديد لديه نزعات متطرفة لرد فعل على ما يحدث في ما يقوله ترامب ولا ننسى أنه بوش وهو من الحزب الجمهوري نفس حزب ترامب هو من أدخل القاعدة ومصعب الزرقاوي إلى بغداد بعد 2003 بالتالي نشأت القاعدة في منطقة الشرق الأوسط خروجها من أفغانستان أو البعض من أفغانستان وصولا إلى بغداد ومن ثم إلى دمشق كانت على يد الحزب الجمهوري نعم تأخذين إلى العراق وودت أن أوجه السؤال أيضا فقط حتى نتقدم في هذا النقاش ونحاول أن نأتي على أغلب النقاط سؤالي لنهال حتى أيضا نكون عادلين ما بين الشباب وصناع أو قادة الرأي العام هكذا نسميهم في تصريحات نهال لترامب قال أنه لو كان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والزعيم الليبي الراحل معامل القذافي في منصبيهما فإن هذا سيكون أفضل بكثير من الوضع الحالي سرح أيضا بأنه لو كان الأمر بيده لن سحب من سوريا تصريحات ترامب تظهر أنه كان مؤيدا لبعض الرؤساء الدكتاتوريين لنقولها ورغم سنوات الظلم وسنوات ربما القمع إلا أن ترامب يقف مع هؤلاء ضد الحراك العربي الثورات الربيع العربي لن نختلف على التسمية ما رأيك؟ بداية بخصوص قوله بأن صدام والقذافي هذا رأيه لا يهمنا هذا رأيه ولكن ذلك لسبب بصير لو كان القذافي ما زال في الحكم ربما لن تكون بيننا اليوم وتعبر عن راهيك بحرية لا أعتقد ذلك نهائيا ولكن بخصوص مستحيل من المستحيل ذلك بخصوص سوريا وخصوص موضوع سوريا هو لن يصرح عن وقوفه كحليف لبشار الأسد ولكن قال المعارضة سيئة وبشار الأسد سيئة أي أنه ساوى الكفين كبعضهم نعم الذي يدمر دولته هو سيئة أي المعارضة سيئة وبشار الأسد سيئة كذلك يعني سياسة عدم التدخل وانتظار إلى ما تقول إليه الأوضاع أو المنتصر بعد خمس سنوات قال ندخل نحن ونخليف داعش ونظام الأسد وروسيا هذا دولة عظمى يقول رئيسها أو مشروع رئيسه إلى حد لا مرشح سياسة المقعد الشاغر أو الانسحاب ربما هذا يقلل من قيمة ومن قدرته على القيادة تعرف الليدرشيب القيادة تقتضي حسما وحضورا لا غيابا ولكن رأينا سياسة التدخل إلى أين قادتنا قادتنا إلى شعوب مشتتة وتكادوا أن تباد أصلا نحافظ على هذه الروح التفاعلية أسامة إليك الكلمة قالت نهال بأن دونالد ترامب هو لا يدعم بشار الأسد الذي يدعم بوتين ماذا يفعل الذي يتفق مع بوتين ماذا يفعل ليس بداعمة لنظام الأسد الذي يأتي على معارضة المعارضة حين نتكلم عن المعارضة التي انطلقت في الربيع العربي معارضة سياسية هدفها يتعلق بالشعوب أنا لا أدري عن أي معارضة شريرة تتكلمين ولا يتكلم عنها ترامب لكن عفوا نسامة مضطر لمقاطعتك هنا من باب الإنصاف فقط المرشح الرئاسي إنما تهمه مصلحة بلاده وأصوات الناخبين فمن حقه أن يدافع عن بقاء الأسد إذا ما قدر هو ومستشاروه طبعا أن بقاء الأسد يخدم مصلحة بلاده ويخدم إمكانية أن يصوت الناس له ولكن لا ننسب أن الأطروح هي ترامب والأفضل العالم العربي يعني نأخذ هذه التصريحات من جهة العالم العربي ونأخذها من جهة سوريا من جهة مصلحة سوريا والعراق مصلحة شمال إفريقيا حين نأخذ هذه الأمور من هذا الجانب وأرى بأن ترامب يصرح دوما بقرب علاقاته مع بوتين وأرى بأن ترامب يشيطن المعارضة بشكل خطير في صورة الدولية هذا فيه دعم للنظام الأسد بل والأخطر من ذلك رغبة في إبقاء عامل نظام الأسد في معادلة الصراع في الشرق الأوسط هذا العامل إن بقي تواصل الإرهاب لا تتخيل بأن الهراب سوف يتوقف ذات يوم بأن التقتيل والصراعات استوقف ذات يوم إلا امتزح كل العوامل التي تعتمد على الصراع نعم سأطيك الكلمة فقط نريد أن نوع ونأتي على موضوع آخر بسرعة سيدة نغم تعقيب سريع بقاء الأسد يعني بقاء القتل والدم فبالتالي هو يدعو إلى بقاء القتل في سوريا بقاء داعش أيضا يعني بقاء القتل والدم وتطارق لا يسب الضرورة عندما يذهب الأسد بالتأكيد سنتفرق نحن كسوريين معا للقتال داعش نعم لتعقيب بسيط إلى كلامه طبعا نحن عانينا من نظام البعث في العراق وأنتم تعانون من نظام البعث فهناك مشترك بين العراقيين والسوريين أنت فتحت بابا لموضوع آخر الذي سببه الحزب البعث في هذه الدولتين علينا أن نذهب إلى اختيار الانتخابات الحرة طبعا لا داعش ولا نظام الأسد سيتغيرون بين ليتون وضحاها الخيار ليس بين داعش وبين الأسد الخيار بين كلينتون وترامب ترامب يقول أنا رجل أعمال أنا أريد أن يعيدوا أعيدوا السوريون إلى بلادهم العراقيين إلى بلادهم العراقي يفضل أن يعيش في بلده ولا يفضل أن يكون لاجئا إذن الحل هو استقرار المنطقة أمنيا وبنائها اقتصاديا هذا الحل الذي يقدمه ترامب لذلك هو الأفضل الشرق دعنا نتقدم سيد مازن موضوع المهاجرين أو المسلمين أو اللاجئين إلى أمريكا أود أن أستمع منك لسؤال نهال تواجهيه للجهة الأخرى تفضل تفضل إلى هنا لا تفضل لديك فترة تفاعل بثلاث دقائق نريد منك ليس إحراجا وإنما تفاعلا حقيقيا ودفاعا بالحجة هذه هي روح المقارعة والمناظر التي نبحث عنها تفضلي بداية أستاذ نغم هل تري أنه بدعم أمريكا وسقوط نظام الأسد ستحل أزمة سوريا رجاء الإجابة بنعم أو لا هل ستغير هيلاري كلينتون وضع العرب الوضع الحالي للعرب عند تولي منصب الرئاسة في أمريكا لا يسبب ضرورة حسنا أجيبي باختصار من الأكثر شدة في القضاء على التنظيمات الإرهابية الديمقراطيون أم الجمهوريين لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين كلاهما من كل بعض برأيك من المتحكم في التدافع السياسي في الوطن العربي سيدنا دوليا أم محليا دوليا الاقتصاد حسنا ما رأيك بتغول إيران وأعلاء شوكتها في فترة رئاسة الديمقراطيين أعتقد هذا نتيجة وجود الفراغ الأمني في كل المناطق الموجودة في إيران سيدنا غمان المسؤول عن تقدم داعش وتفاقمها في العراق وسوريا هي لم تتفاقم هي تقدمت واكتسحت وتمددت تمددت من بداية 2003 وكان الحزب الجمهوري يرأس الولايات المتحدة بأن ذاك جورج بورش الأبن وهو من اخترع جملة الفوضى الخلاقة ورأيناها هي الفوضى الهدامة فمن سمح للقاعدة بداية ومن ثم تنظيم المجاهدين بقيادة مصاب الزرقاوي هم الجمهوريين أنت تحملين المسؤولية للجمهوريين في تقدم داعش؟ إذا نتحمل المسؤولية بأعتقد شعوبنا نحن نتحمل المسؤولية وسمحنا هل التغافل عن القضية الفلسطينية والتلاهي بقضايا الوطن العربي الحالية هو ما تهدف إليه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية؟ طبعا ترامب من مصلحته بقاء عدم الاستقرار في المنطقة بالتالي نلتهي عن إسرائيل ترامب صرح هذا التصريح أطروح عن ترامب فبالتالي ترامب من مصلحته بقاء عدم الاستقرار في المناطق وما يحدث اليوم هو عدم الاستقرار وهو بالتأكيد من مسحة إسرائيل لن يترأس بعد كيف كانت سبب في اختلاق القضايا. مشروع الانتخابي مشروع الانتخابي وخطاب وتصريحه يقول هو يسعى على سبيل المثال لبقاء بشار الأسد. وهو يعلم علم اليقين أن بقاء بشار الأسد لن يحدث استقرار نهائيا في المنطقة. وسيتعدى حدود سوريا والشمال الأفريقي. حسنا. شكرا. نعم. ثلاث دقائق من التفاعل والمسائلة. طريقة أخرى للتناظر. أيضا نريد أن نجربها مع أسامة. ما رأيك لو نعطيك ثلاث دقائق تتوجه نفس الشيء بسرعة بإجاز. نعم. تفضل تفضل بسرعة بإجاز شديد ثلاث دقائق بإجاز شديد لأنه لدينا فقرة ثانية. تفضل سيدي سؤال بإجاز. في ملف السوري. ألا ترى سيدي بأن تواصل القصف السوري أو هل أنت تدعم القصف الروسي على العزلي والأطفال والنساء في سوريا؟ قبل الربيع العربي. كنا ننظر إلى سيدي القصف الروسي. هل تدعمه على العزلي والأطفال والنساء في سوريا؟ نعم أو لا أرجوك. قبل الربيع العربي. أرجوك سيدي نعم أو لا. القصف الروسي ليس الربيع العربي أرجوك؟ ننظر إلى قيورج السماء. اليوم ننظر إلى طيارات روسية وإيرانية. كل القصف خاطئ القصف الروسي خاطئ القصف الايراني خاطئ القصف السعودي خاطئ هل تعلمون سيدي بأن دونالد ترامب يدعم بوتين وبالتالي يدعم هذا القصف هذا كلام هيلاري كلينتون وليس كلام ترامب لا يدعم ترامب بوتين برنامجه الانتخابي ترامب قال أنه ممكن أتفاهم مع بوتين ممكن أتفاهم مع أي دولة بالعالم لمصلحة أمريكا وهو ليس سنيا وليس شرعيا هو ليس مع طرف طرف آخر لديه مصلحة أمريكا أولاً ولا يريد أن تكون هناك أي حروب في الشرق الأوسط يعني مصلحة أمريكا أولاً وليموت الأطفال العزن في سوريا نتقدم في نقطة أخرى سيدي في رأيكم أليس تواجد القاعدة وامتدادها لداعش والشرق الأوسط اليوم أليس ذلك نتيجة سياسات الحزب الجمهوري في 2003؟ نعم هذا سياسة حزب الجمهوري ولكن دونالد ترمب هو يطالب الإصلاح حزب الجمهوري وحزب الديمقراطية ولن يتبع نفس السياسة لا يتبع سياسة أغلبية جمهورية في الكونغرس نفسها في 2003 سياسته أمريكا أولاً وأتمنى أن تكون سياسة المغرب أولاً أتمنى أن تكون سياسة سوريا سوريا أولاً سياسة أمريكا أولاً وليموت الأطفال أتمنى أن تكون سياسة العراق أولاً وليدمر العالم العربي هذا ما عمله جورج بوش وهذا ما عمله أوباما وهذا ما عملتو كونتن وهيلوري دمرت أربع دول عربية إسلامية وستدمر السعودية وستدمر تركيا هي مشروع التدمير البلدان الإسلامية مجحت في أربع بلدان وستنجح في تدمير السعودية سيدي لم تجيبوا عن سؤالي أنا شكرا العرب مغيب في خطابك كانت هذه فقرة المسائلة والتفاعل المباشر كروس فاير كما نسميها باللغة الإنجليزية وضرورية في الحقيقة لأن يتحدى بالأسئلة طبعا وبالحجاج كل طرف للطرف الآخر وفيها منطق جيلين أيضا أنه شاب يسائل أو يسأل خبراء أو مطلعين أكثر إذن موضوع العلاقات مع السعودية موضوع مهم جدا طرحته منذ قليل استاذ مازن في علاقة بالنفط تصريحات ترامب معروفة هنا كيف يجرؤ مرشع أن يقول بقر حلوب عن دولة نفطية أو يجب أن تدفع لنا وإذا حان حلبها لابد أن نحليبها تعرف جيدا تصريحات ترامب بالتأكيد هذا ما قاله قال هناك أموال في السعودية كان هناك أموال في اليابان في ألمانيا قال أنه الولايات المتحدة تحمي كثير من البلدان الأسطول الأمريكي يجوب في الخليج ويجوب في البحار إذا كان هناك تعدي على مملكة العربية السعودية من إيران ستقف الولايات المتحدة لتحمي السعودية ولكن إذا صار هناك تحدي إلى اليابان أيضا ستقف الولايات المتحدة يطالب باسترجاع الأموال لحماية هذه البلدان هل هذا منطق رجل دولة أم منطق تاجر؟ منطق رجل تاجر يفكر بالأموال أنه يقول أمريكا أولا لماذا تنفق أمريكا الأموال لتحمي كل هذه البلدان؟ لماذا؟ المال أساس الأعمال والعمل السياسي تطلب كثير من أمال الاقتصاد هو من يدير السياسة وليس السياسة تدير الاقتصاد طعم عندك تعليق أسامة؟ قال الأستاذ أنه يعمل بمنطق رجل تجاري نحن نتاجر في أرواح الناس في الشرق الأوسط حتى نعمل به؟ بأرواح الناس لا تجار الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي لو كان هناك استقرار أمني في الشرق الأوسط لتاجرنا مع أمريكا والاقتصاد الأمريكي ما بني عن ما سوف تعطي هذه الدول لكي تحمى؟ بالأكس الاقتصاد الأمريكي كله ما بني على هذا؟ ما تاجر بالقضية العربية هي هيلاري كلينتون التي استلمت أموال من كثير من البلدان كنت تمنى ترامب الرجل تجاري يعني منطق تجاري الذي يتعمده ترامب؟ لا وهذا لمصلحة أمريكا أنه اقتصاديا يريد أن ينجح وعالم العربي اللي وفل أطروحة؟ لكن هيلاري شخصيا عن طريق زوجها مؤسسة كلينتون الخيرية استلمت أموال لتعطي أفضلية إلى هذه الشركات هي استغلت منصبها في أربع سنوات كوزيرة خاجرية دولتا أنا بس بدي يعقب سحلك المجال نأخذ فقط رأي سيدة نغم وسأسألك سؤالا ونفتح الباب لنقاش في موضوع آخر تفضلي أنا بس بدي أكمل الجملة هو قال أن السعودية هي كالبقرة الحلوب عندما يجف ضرعها علينا أن نذبحها لم يقول التكملة لكن هو قال الجزء الأول هو قال هذا الجزء الأول حرفيا قال هيك فبالتالي هنا ينتفي التبادل الاقتصادي بل هو امتصاص لهذه الخيرات الموجودة ثم نرمي السعودية والسعودية ليست فقط هنا دلالة على دولة واحدة نحن نعتقد أنه يقصد كل منطقة الشرق الأوسط كل الدول النفطية؟ طبعا ما بس النفطية لأنه نحن في عنا دول لا تعتمد على النفط لكن عندها صناعات وعندها خيرات في الأرض وإذا جف ضرعها سيذبحها لماذا لم يكن للسعودية أي رد على هذا الموضوع؟ لماذا لم تصرح أو تنتقد هذا القول؟ كما فعلت اليابان وكوريا عندما صرح بذلك صرح على السعودية واليابان وكوريا لا تسأل عدد دبلوماسية السعودية بس شوفوا لدكتور جبير بسألهم أنا ودف أن أسألك كيف أفضل حتى نتقدم قليلا البعض يرى أن ترامب يجمع بين موقفين متناقضين في الحقيقة يجمع بين الأمر ونقيده كان يقول مثلا أنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران لأنه يعتبر الولايات المتحدة الطرف الخاسر في هذا الاتفاق وهو ما يرضي دول الخليج حتما وعلى رأسها السعودية والموقف الثاني هو أنه يقول لن يقدم الحماية لحلفائه مثل السعودي إلا بمقابل كيف يمكن تفسير هذين الموقفين المتناقضين ماذا عن إمكانية تطبيقهما أصلا إن وصل للبيت الأبيض بداية عن موضوع دولة إيران هو صرح بأن دعم أوباما ودخوله افتفاقية مع إيران افتفاقية النووي هي بمثابة هلاك للشرق الأوسط لماذا؟ كذلك هو وصفها بالدولة السيئة أو الدولة الإرهابية التي تريد أن تسيطر على الوطن العربي حقيقة ما قاله تكاد حقيقة واضحة لجميع الوطن العربي نعم خطر إيران عفوا خطر إيران يكاد أن يجتاح الوطن العربي أجمع إن سيطرت إيران الآن على الوطن العربي فبالتالي ستنفذ ما تريده وهو أن ترى الوطن العربي جميعه عبيد بالنسبة لها لم تجيب عن سؤال التناقض الموقف متناقض والانتجاب مطلوب في المواقف السياسية كيف هو متناقض؟ متناقض؟ هو قال أن دعم أوباما لإيران بمثابة انتهاء الشرق الأوسط نعم ولكن بخصوص موضوع السعودية هو قال أن السعودية من واجبها يجدد بإلغاء الاتفاق النووي أصلا سيدا لا لا تصحيح هنا هو لم يقل إلغاء سنعيد النظر في مواد إذا وصلت إلى الحكم سأعيد النظر سنعيد النظر في مواد بالاتفاقية النووية إعادة نظر غير راضية هناك مواد يريد تصحيحها هو ليس ضدها وإنما يريد أن يصحيحها وصف أمريكا بأنها الطرف الخاسر في هذا الاتفاق يعني ضمنية الرافق من وجهة نظره أنه أوباما أعطى الكثير إلى إيران قد يكون خاطئ ليتفاوض مباشرة إعادة النظر تقول بالإلغاء تفضل تفضل النهال وقالت بأن إعادة النظر في هذه الاتفاقية لأن إيران دولة إرهابية وروسيا إذا كانت إيران دولة إرهابية فقط بسبب هذا الاتفاق النووي روسيا ما تصنعه في الشرق الأوسط أليس إرهابا؟ دون وسم الدول وتوجيه اتهامات مباشرة وبما ننتقد السياسات ننتقد السياسات وهذا حسب واقع الشرق أوسط أنا لا أتكلم عن شيء غريب هذا واقع ما تصنعه روسيا هناك ولو كان الإرهاب حسب ما فهم الإرهاب عندك إذا كان الإرهاب وما تصنفه منظمات أخرى الإرهاب أرجوكي الإرهاب هو استعمال أساليب العنف والصراع للتغيير الأيدولوجية الروسية تكاد أن تكون واضحة على خلاف الإيران لا يمكن أن نستمع الاثنين أكمل بإيجاز روسيا هي تتكلم بأن إيران إرهابية ولذلك ينوي دونالد ترامب أن يراجع اتفاق النبوي أنا أقول لك بأن هناك ما هو أخطر من إيران في الشرق الأوسط أخطر بكثير من إيران ويروسيا والتي ينوي ترامب أن يكون بينهما ود وتحالفات هذا خطير جدا وعدت سيدة نغم ويجب أن أفيد بوعد تفضلي موضوع إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني وموضوع معاداته لإيران هو غير صحيح لأنه بناقد نفسه لأنه بيعرف أنه بقاء حكم الأسد في سوريا يعني بقاء إيران في المنطقة وفي لبنان ووصولاً لليمن الحوثيين اليوم فبالتالي هذا تناقض واضح ما أعتقد أنتين سيختلفوا عليه نحن في الشرق الأوسط دعونا نقرر من أصدقاؤنا ومن هم أعداؤنا نحن سكننا جاراً مع سوريا لألاف السنين لا ننتظر هيلاري كونتن اللي تقول لنا هل العراق صديقة مع سوريا أم لا لدينا جار فيه مع تركيا مع السعودية مع إيران في هذه المنطقة أنتم لديكم جار مع الشاد أنتم اختاروا إذا هم أصدقائكم أم غير أصدقائكم لا ننتظر هالحزب الديمقراطي ما هو رأيه عن علاقة العراق بالكويت نحن نقرر لا لا بس حينما نذكر إيران لابد أن نذكر السعودية للنزاع أو طرفي النزاع حتى في الرمزية الدينية أو في المرجعية الدينية هو بين طهران والرياض ليس سراً هذا لذلك ذكرنا الموقف الأمريكي أين يقف بين هاتين الدولتين الفاعلتين نتقدم أسأل نهال ذكرت فيما ذكرت وأنت تسائلين السيدة نغم موضوع القضية الفلسطينية الذي تدهور الاهتمام به وتراجع كثيراً بسبب الثورات العربية وكل هذا الحراك لو سألنا اليوم ما بين ديمقراطي وجمهوري يقول المراقبون إنهما يكادان يكونان متناغمين جداً خصوصاً في موضوع القضية الفلسطينية التي أعيدت إلى الرف هل قادر ترامب فعلاً أن يدفع بها إلى الواجهة هو قال سأنحاز بصراحة لإسرائيل في أي مفاوضات قادمة بداية كما نعلم أن أي رئيس قادم لدولة أمريكا يجب أن يعلن ولاءه ويذهب لدولة إسرائيل ويعلن الولاء عالناً ولكن ترامب لم يقم بخطوة كهذا وخلال تصريحه لم يقل كلاماً كهذا؟ هو لن يدهم هو لم يدهم تصريح أنه على علاقة جيدة مع إسرائيل وقال أقوى من ذلك نهال إن كنت تثقين فيما أورد هو قال حتى اتفاقية ترعاها الأمم المتحدة وتدفع نحوها الأمم المتحدة لا يمكن أن أقبل بها لأنها سترفع الغطاء وستحرش دولة إسرائيل ولكن هناك حتى حل أممي السيد لا يرضيه ولكن هناك شيء جيد في هذه القضية أن ترامب اعترف أن هناك قضية فلسطينية مجرد اعترافه أن هناك قضية فلسطينية يمكن أن ينتهي أن يكون هناك تفاوض بين قضية إسرائيل وفلسطين مجرد اعترافه بوجود قضية فلسطينية العالم كله يعترف بها سيبقى هو خارج السر هيلاري كلينتون صرحت علنا أن حركة حماسة التي تقام في دولة فلسطين هي حركة استفزازية يكون هذا بمثابة اعتراف بالقضية الفلسطينية هي لا ترى أصلا أن هناك قضية فلسطينية أذهب بالطرف المقابل أسامة أعود لك خلي الشباب يتفاعلوا يعنينا أن قادة المستقبل يكونوا على دراية وعلى قدرة على التناظر هذا هو الهدف الأسمى والأساسي من هذه المناظرة أسامة أنت تدفع بأن موضوع القضية الفلسطينية ليس الأفضل له ترامب بأي حجج تدفع نحو هذا القول لأن ترامب في برنامجه الانتخابي يأتي بسياسات الهيوي باور يعني التدخل القوي وتدخل العنيف بينما هيلاري تأتي بسياسات السمارت باور قوة ناعمة لو سمحتي تفضلت قبل قليل وتقولين بأن ترامب أفضل للعالم العربي فقط لأنه يعترف ولأنه يسرح يعني هذه السنوات كلها منذ النكبة في سنة 1948 كل هذا الكلام لم يكفيك كل هذه الاعترافات كل هذه التصريحات لم تكفي هي تقدر في الرجل وضوحه وربما الديمقراطيين يعتمدون الازدواجية والتقية السياسية ولا يعبرون بجلاء وبطريقة مباشرة في المواقف لكن مع الأسف في العالم العربي لا نحتاج تصريحات نحن في الوطن العربي سأمنا من ارتداء الأقل والعبارات الرنانة من الدم الديمقراطي وسنفعل لا نرى شيء لا تريد العبارات الرنانة سيدها نغام وتدافعين أنتروبيا أنه يقدم عبارات الرنانة لن يتفق أبدا على ما يبدو أذهب إلى رجاحة العقل سيدها نغام أنا بس حابة نهدي الوضع شوي لأنه لا ترامب ولا كلينتون ولا حزب الجمهوري أو الديمقراطي بقدروا يغيروا السياسة الأمريكية باتجاه إسرائيل بالتالي أي مرشح بيلعب على هذا الوتر هو ما اللي منسميه نحن ضحك على الدؤون خطاب عاطفي ليس بأكثر بالتالي بغض النظر من سيرأس الولايات المتحدة مستقبلا لن يستطيع أن يغير سياسة أمريكا كلاهما لن يفعل شيء لعمل السلام حتى كلينتون حتى كلينتون أي رئيس لن يستطيع أن يغير سياسة أمريكا باتجاه إسرائيل واضح سيد مازن أريد أن نفتح أيضا موضوع العلاقات مع مصر تعلم معي جيدا أنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك كان الرئيس العربي الوحيد تقريبا الذي التقى المرشحين وهناك من يقول من المراقبين أن لقاءه بدونالد ترامب إنما كان وديا أو فيه حالة إعجاب أو إمبهار أو إحساس بأنه أقرب له من كلينتون توافق على هذا الطرح ولماذا إن بدأ الأمر لك كذلك ما رأى دونالد ترامب في شخصية جنرال السيسي في مصر أنه الشخصية قوية لديها الكارزما في محاربة من يعادي مصر إن كان داعش أو غير داعش إنسان يفضل أن يبني دولته ويستقر أمنيا ويبنيها اقتصاديا ولهذا السبب يرى ترامب أن بوتين وصل إلى هذه النتيجة الرئيس الفلبيني الحالي أيضا وصل إلى هذه النتيجة يبحث عن رؤساء لديهم الكارزما لكن هؤلاء الرؤساء لديهم حالة احتقان وانقسام في بلدانها السيسي ليس محبوبة من الجميع كما تعرف إذا ما دعمه ترامب بشكل معلن هكذا أليس هذا على خلفية موقف ما أو مسافة ما تتخذها كلينتون من الإخوان المسلمين ويتخذها ترامب من الإخوان المسلمين وما حدث خلال سياسة أوباما أنه خسروا مصر مصر ذهبت إلى روسيا لتبحث عن حليف جديد كما خسروا في كثير من البلدان هيلري كلينتون والحزب الديمقراطي لا يدعم حلفائهم بل يستغلهم وأكبر إثبات ما عمله هنا في تركيا بالمحاولة سيدي لما تكلمتم عن السيسي وكأنكم تتكلمون عن تاريخ نيلسون منديلا يريد أن يحمي دولته ويريد أن يحمي شيئا مع السيسي وطبيعي أن يتفهم ترامب مع السيسي كلاهما معروف في تاريخ السيسي وفي الصعود في الانتخابات وترامب أن يتفهم مع السيسي فهو يتفق مع هذا الجانب في صعود السيسي ومنهجية ترامب الرئاسية تتفق مع منهجية السيسي الرئاسية ولكن من تتخيلوا أن ذاك ما سيحدث في العالم العربي نكتفي بهذا القدر لأنه عنه أيضا الوقت يداهمنا كما نقول في الأخبار وفي البرامة السياسية دائما هذا البرنامج تفاعلي ويبث على منصة مناظرة على فيسبوك وتأتينا في الحقيقة أسئلة نريد من خلالها أو أن نتفاعل مع المشاهدين والمتابعين وأن نسمع منهم سؤال الأول الذي وردنا من ماجد عبازة يوجه للسيد مازن يقول أسد نص السؤال إذا خسر ترامب كيف يؤثر ذلك على السياسة الأمريكية بعد الانتخابات خصوص تتذكر معي هنا ترامب قال مرة إذا لم أفوز قد لا أقبل بالنتائج أو قيل شيء في هذا الباب في حالة لم يكن هناك تزويرا فإذا كان هناك تزوير أكتشفوا أن هناك المليونين شخص متوفي وما يزال يصوتون أعائلتهم تصوت لهم هناك 18 ألف شخص لديهم هويتين في هذه الولاية وهوية أخرى وجد أن هناك فساد في التصويت إذن ترامب هو مشروع إصلاحي لفساد الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن مشروع إصلاحي هذا رأيك ونقدره السؤال الموالي لسيدة نغم يقول نص السؤال وهو من رشيد أحمد على صفحتنا على فيسبوك ورد كيف نثق في سياسة هيلاري كلينتون الخارجية بعد كل ما فضحته تسريباتها طبعا يقصد الإيميلات المسربة هنا أنا بس عندي تعقيب للدكتور مازين إذا نجح ترامب فالانتخابات هي غير مزورة إلا نغرق في التعقيبات على كل أريد وجواب السؤال رشيد أحمد على فيسبوك بالتأكيد موضوع استخدام الإيميل أو استخدام كلينتون للإيميل الشخصي هو خرق أمني على درجة عالي وهي ترفت كيف الأمور الداخلية قدروا يمشوها أنا ما عندي فكرة لكن أكيد هذا شأن داخلي بحت وما هيك لم تحصل أي تسريبات حقيقية من خلال هذا الإيميل بل هي اعترفت أنها استخدمت الإيميل الشخصي لكن لم يحصل تسريب من هذا الإيميل فبالتالي أعتقد أنه هي كانت واضحة واضحة أذهب للسؤال الثالث وردنا من وفاء سالم وهو موجه لنيهال نهال يقول نص السؤال هل سيتحد الحزب الجمهوري خلف ترامب إذا كان رئيسا بعد هذا الانشقاق تعلمين جيدا أن هناك حالات انشقاق وعدم رضا ما بين حتى نواب جمهوريين على أداء ترامب الانتخابي خصوصا في المنعرج الأخير في أيام المناظرات نعم صحيح في البداية هم رشحوا ترامب ليمثل الحزب الجمهوري في اعتقادهم أن ترامب لن يتعادل مع كلينتون ولن يصل لذلك ولكن ليس ذكاء ولكن هناك نقطة في ترامب هو الوضوح والصراحة المباشرة المباشرة في المواضيع إتارة الجدل هذا ما كان لصالحه وخدم لصالحه بخصوص أصوات الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا مشان أن يجيد من كتلة أعداءه حتى داخل حزبه أصلا هم أصلا الحزب الجمهوري قدموا بترامب كممثل حزب الجمهوري لتصلك لينتون لا أكثر لتصلك لينتون الحزب الجمهوري غبيل هذه الدرجة حتى يرغب بصعود المرشحة الدموقراطية ويصعد غبيل هذه الدرجة شكرا جزيلا لأنها ستخدم لصالحه لأنها ستخدم لصالح الحزب الجمهوري ولكن ترامب خالف هذا الحزب لذلك هناك سرعات دوما في الكونغرس بين الحزب الديمقراطي والجمهوري تخدم هناك سراعات وتخدم ولكن كلينتون ستعمل جاهدة على أن ترضي الحزب الجمهوري فهو بالتالي ستعتلي مصب وزاء ومصب الرئيس جدل المهمة في الحقيقة أسمح لنفسي بأن أقطعها الآن وتوجه لك وسامة بسؤال الإنترنت أو سؤال مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك يأتينا السؤال من رانا زياني ويقول نصه موجه لك ما الاختلاف بين ما تقدمه هيلاري كعيسى عما قدمته كوزيرة خارجية من باب تجريب المجرب كما يقول لك المثل العربي الشهير جربت كرئيسة للدبلوماسية الأمريكية ولم تقدم الكثير للعالم العربي كما يقول البعض ماذا يمكن أن يختلف أو فيما يمكن أن يختلف دورها كرئيسة في السياسة الأمريكية عندنا السلطة التجريعية بيد من بيد الكونغرس والتنفيذية بيد الرؤساء ويتشاركون فيها مع مجلس الأمن القومي يعني كوزيرة والوزارة والحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها تلك القوة فعلا هناك إدارة أمريكية عميقة كونها رئيسة سيعطيها قوة في السلطة التنفيذية هذا لا يجب إنكاره يعني أن تكون جالسا في الحكومة وتقود الدبلوماسية الأمريكية هذا ليس فعلا شيئا مؤثرا في الإدارة الأمريكية لأن المؤثر في الإدارة الأمريكية الكونغرس ومجلس الأمن القومي وبالتالي كونها رئيسة سيجعلها في صف المقارعة مع هذه الصلاة تشريعية وتنفيذية هذا ما يختلف نعم نعود إلى ما بدأنا به ونحن شارفنا على الختام ودارت ساعة الوقت بسرعة أذهب لنهال الحديث شيخ والنقاش شيخ في الحقيقة نهال أعود إليك في 99 ثانية أضنقل دقيقة من شوي في 99 ثانية نعم تعودين إلى حيث كنت تتخذين مكاني وتقدمين رأيك النهائي أو ما بد لك بعد كل هذا الجدل تفضلي مع احترام الوقت طبعا سيبدأ عد الوقت الآن إليك الكلمة وضوح في السياسة الأمريكية إظهار لنوايا أمريكا الحقيقية نعم هذا ما نريده نحن الشعوب العربية نحن الشعوب العربية التي انتهكت وشتتت بل انهارت وتدمرت من أجل ماذا وبسبب ماذا بسبب أقاويل الديمقراطية التي تدعي أنها ديمقراطية عن أي ديمقراطية خمس ملفات الأكثر جدلا دوليا أزمة سوريا التي من الممكن أن يحدث هناك تغيير بخصوص ترامب أزمة قضية فلسطينية اعترفة بوجودها من ترامب أزمة ليبيا التي يمنع فيها أي تدخل وإنزال عسكري أزمة لاجئين كل حلمهم هو العودة للوطن الحقيقي يا سادة أنا لا أمدح ترامب ولا أقول أنه الأفضل للوطن العربي ولن أقول أنه بمثابة المارد الذي سيغير الأحوال ولكن هناك سيء وهناك أسوأ ترامب سيء ولكن كلينتون هي الأسوأ في الوطن العربي تنظيم هلكنا وهلك شعوبنا العربية نعم ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيوضح الواجهة السيئة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيوحد الشعوب العربية تحت كلمة واحدة ألا وهي من المحيط غربا إلى الخليج العربي شرقا هذا ما نريده وحدة الوطن العربي والسلام عليكم الوقت نهال تؤثر البراجماتية وأسوأ أو أفضل السيئين كما قالت أو أهون الشرين كما نقول أذهب لي أسامة ليقول ما لديه حتى نختم تفضل أسامة خلاصة هذا الجدل من ناحيتك في 99 ثانية أيضا العد يبدلان تفضل ترامب ليس الأفضل للعالم العربي لأن الأفضل أيها سادة الكرام هو الذي يقدم قيمة مضافة والذي يقدم شيئا يتميز به عن المرشح الآخر حينما أحلل سياسات ترامب تجاه العالم العربي أجد أنها لا تحمل قيمة مضافة أبدا بل وتجر ويلات الأزمات علينا كوطن عربي ترامب في الجانب الاقتصادي يدعو لتحالف عربي أمريكي لقطيعة مع إيران والصين فقط لأنهما تشكلان تهديدا للاقتصاد ولميزان قوى الاقتصاد الدولية للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا بالنسبة للعالم العربي عبارة عن انتحار اقتصادي ترامب يريد أن يجر العالم العربي لوضع بيضه كله في سلة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما لن يعود عليه بالنفع أبدا في الجانب الأمني تصريحات دونالد ترامب وكذلك برنامجه الانتخابي المليء بكل ما هو إقصاء وسحب هذا عبارة عن هدية يقدمها دونالد للتنظيمات الإرهابية هدية تستعملها لنشر فكرها الإرهابي وحين نتكلم عن نشر الفكر الإرهابي نتكلم عن نشر التواجد الإرهابي بالله عليكم على من يعود هذا بالسوء على أقرب بؤرة جغرافية من التنظيمات الإرهابية أتحدث عن هذا العالم العربي بعد كل هذا وذاك لازلتم تقولون بأن دونالد ترامب هو الأفضل للعالم العربي؟ أنا لا أفعل شكرا أنت نهيت قبل وقتك ربما الإبلاغ الأقصى في الإجاز الأدنى شارفت مشاهدين حلقتنا هذه على النهاية لكن سنرى المفعول السحري لهذه الجهة أو تلك بإعادة التصويت وهو تصويت نهائي ليذهب كل إلى جهازه من يدعم مرة أخرى الرقم واحد ومن يعارض مرة أخرى الرقم اثنين طبعا تضغطون على الزر في رقم واحد أو اثنين حتى نرى ماذا حدث لمواقفكم ووجهات نظاركم بفضل مداخلات هذا الرباع من الجيلين ضيوفنا العزة بيننا في السوديو هنا ننتظر النتيجة إلى التصويت نود التنويه في الختام وقبل على النتيجة إلى أننا في انتظار مشاركاتكم دوما في حلقتنا المقبلة التي تصدفها إسطنبول مرة أخرى في منتصف شهر ديسمبر القادم من حق غير أن هذا هو موضوع الأطروحة القادمة جهزوا أنفسكم جيدا لهذه الحلقة والجديدة والثارية والتي نعيدكم بها بإمكانكم دوما أن تكونوا طرفا رئيسيا بالمشاركة في مسابقتنا على منصاتنا المختلفة منصات مناظرة على فيسبوك وتويتر وعلى قناة مناظرة على يوتيوب لا تتردد أبدا في إرسال تسجيلات فيديو لا تتجاوز وقتنا الذهبي 99 ثانية الآن لنرى نتيجة التصويت وما حدث من تأثير الآراء ونحن نتداول في شأن الانتخابات الأمريكية ومن هو الأفضل واخترنا طروحة منطلقا أن دونالد ترامب هو الأفضل للعالم العربي النتيجة تكون يبدو أن الأمور لم تتحرك كثيرا 33% نعم يدعمون هذه الأطروحة والباقي طبعا 67% يعارضون وبشدة هذه الأطروحة كأنه حدث تعادل أو كأن الفريقان لم يستطيع أن يغير أو أن الكفة راجحة منذ البداية ولم ينفع الجدل في تغيير الأفكار على كل نقاش يدفع دائما ويغير ولو بقدر قليل واضح الفريق الفائز وحسم أمره منذ البداية على ما أعتقد فريق اليسار أو على يساري اليسار دلالات سياسية نتجنبها الفريق الذي على يساري نشكره ونشكر ضيوفنا لابد في الختام أن أشكر ضيوفي الكرام على مشاركاتهم السيد مازن الأشيقر المستشار السابق للحكومة العراقية وأيضا السيدة نغم عضو الاتلاف السوري المعارض ونشكر النهال الدهماني الناشطة والطالبة جاءتنا من ليبيا خصيصا شكرا ولا يفوتنا أن نشكر أسامة الأخذر وكنت عظيما فعلا من مؤسسة عظماء أو مناظرة العظماء في المغرب هكذا تسمونها في المغرب إلى هنا مشاهدين متابعين على كل المنصات نكون قد وصلنا إلى ختام ومنتهى هذه النسخة الرابعة والعشرين من مبادرة مناظرة التي خصصناها لأول مرة للانتخابات الأمريكية والفائز المحتمل والأنسب للعالم العربي كما رأاه المتداولون والمتناقشون خصوصا فيما يتفق أو ما يتعلق بملفات ملحة تهم الشرق الأوسط ككل للداخل الأمريكي فحسب هذا نقاش هادئ أردناه فرصة لدعم ثقافة التناظر في العالم العربي ومساهمة بسيطة ربما في نشر حق الاختلاف وقبول الآخر وأيضا رأيه المختلف وإعلاء قيمة الحجة والعقل لا قيمة العنف والظلام إن كان لهم قيمة طبعا شكرا لطيبي متابعتكم حيثما كنتم دمتم بخير شكرا على التفضل بالمشاهدة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة